الكلام الذي نشر عن محمد بن هادي المدخلي في كلامه عن الصيام حين أن سئل عن الجرح والتعديل في نهار رمضان فقال لا يتكلم به لأنه غيبة جازت للمصلحة ولم يجب عليك الشرع أن تتكلم عن هذا الشخص الذي تريد الكلام عنه في نهار رمضان هذا كلام من لم يضبط المسألة الجرح والتعديل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا وقد تجب أحيانا أقل درجاته الجواز وقد يستحبل قد يجب أحيانا وحينها فإنه يفعل في نهار رمضان كما يفعل في سائر الأيام إذا أنه لا يتغير الحكم كيف يكون سائر الأيام السنة وفي نهار رمضان جائزا بل واجبا في بعض الحالات ثم ينقل في نهار رمضان إلى شيء يترك من أجل الصيام هذا كلام من لم يضبط الحكم الجرح والتعديل وموقف أهل العلم منه وحاجة الناس إليه فمثلا إذا احتاج رجل إلى أن تكلمه عن شخص قد سمع منه أو يديم السماع منه في نهار رمضان وسألك في ذلك الوقت في النهار ولن تقدر على لقياه مرة أخرى هل ستسكت من أجل التأدب مع الصيام عن هذا المنكر وتسكت وتكتم العلم من أجل التأدب المزعوم مع الصيام هذا كلام بعيد كل البعد عن الصواب بل الجرح والتعديل عبادة يتقرب فيها إلى الله جل وعلا في كل وقت وكذلك في وقت الصيام المهم أن يكون بحق وعدل وعلى قدر الحاجة والمصلحة